في إطار تسييس المساعدات الإنسانية بعد كارثة الزلزال أفد تقرير لمنظمة العفو الدولية بمنع الحكومة السورية والفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق تحت سيطرتهما المساعدات الإنسانية المتضمنة مواد غذائية وامدادات طبية وخياما بالإضافة إلى الوقود والمقدمة من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منعت من دخول المناطق المتضررة من الزلزال المدمر في مدينة حلب شمالية البلاد من قبل قوات الحكومة السورية والفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي بحسب تقرير منظمة العفو الدولية المنظمة الدولية أشارت إلى أن الحكومة السورية منعت دخول مئة شاحنة تحمل مواد غذائية وامدادات طبية وخياما إلى مناطق يسكنها الكرد في مدينة حلب فيما منعت فصائل تابعة للاحتلال التركي ثلاثين شاحنة تحمل مساعدات إغاثية من دخول مدينة عفرين المحتلة نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية آية مجذوب أكدت أن تسييس دخول المساعدات إلى المناطق المنكوبة لهدى داعيات مأساوية داعية جميع الأطراف ضمان حصول المدنيين على المساعدات دون قيود وفي السياق المتصل قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أن كارثة الزلزال المدمر تسببت في أضرار مباشرة للبنية التحتية للمياه في شمال غرب سوريا ومحذرة من انهيارها من جهته قال المدير الإقليمي للشرق الأوسط والشرق الأدنى في اللجنة فابريزيو كاربوني أن احتمال حدوث عواقب وخيمة على الصحة العامة نتيجة الزلزال مرتفع بشكل مخيف فيما تنتشر الكوليرا في بعض المناطق السورية حيث سجلت أكثر من حالتي وفاة منذ وقوع الزلزال ترجمة نانسي قنقر